موسيقى مشاهدين الكرام طاب مساؤكم بكل خير مع الدين والحياة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الحلقة نلتقي مع حضراتكم في هذا اللقاء المتجدد في الدين والحياة لنسعد في ديننا وتسعد حياتنا بطاعة ربنا تبارك وتعالى وهذا الدين لا يقف حجر عثرة في الحياة إنما هو الذي يطيب حياتنا وهناك مواسم من مواسم الخيرات هي منا من ربنا تبارك وتعالى هدية يهدينا ربنا تبارك وتعالى بها يضاعف لنا فيها الأجر والثواب ويفتح لنا فيها باب القبول والقرب والوصول من الله تبارك وتعالى بجهد قليل وعمل قليل قد يصل الإنسان مع سلامة قلبه إذا استثمر هذه المواسم فيسبق كثيرا ممن يجتهدون في العبادة ويتعبون أبدانهم لكن بدون حضور القلب أكازيون موسم ترخص فيه سلع أو أقدار السلع هذا الموسم الذي واجب علينا أن نستعد له هو شهر رمضان الفضيل وهل يستحق شهر رمضان أن نتكلم عنه قبل مجيئه بخمسة عشر يوما نعم يستحق بل يستحق أكثر من ذلك لأن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعون الله تبارك وتعالى ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني بعدها متقبلا يا رحمن لا بد أن نقف مع قدري هذا الموسم ولو في عجالة قبل أن نسرد على مسامعكم ونذكر لحضراتكم بعض الوسائل العملية التي نستقبل بها هذا الشهر الكريم روى ابن ماجة في كتاب تعبير الرؤيا رؤيا منامية رآها أحد أصحاب النبي وقصها على سيدنا رسول الله وأولها النبي بتأويل عجيب قال رأيت فيما يرى النائم بين أنا عند باب الجنة يعني كأني عند باب الجنة إذ خرج خارج من الجنة وأذن لرجل توفي كان اثنان أسلم مع رسول الله في موقف واحد وحسن إسلامهما أحدهما مجتهد عن الآخر هذا المجتهد غزى مع النبي فاستشهد في سبيل الله لكن طلحة يرى في منامه أن خارج خرج من الجنة أذن للذي توفي الآخر ثم خرج فأذن للشهيد للذي استشهد في سبيل الله ثم رجع إلى طلحة الذي يرى المنام وقال ارجع فإنه لم يأني لك بعد دورك لسه مجاش أصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما الاستغراب وفيما العجب العجب أن هذين أسلم في موقف واحد وأحدهما مجتهد والمجتهد نال الشهادة في سبيل الله لكن هناك من دخل الجنة قبله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد مكس بعده سنة ثم توفي مش عاش بعد صحب سنة وبعد مات قالوا بلى يا رسول الله قال وأدرك رمضان فصام وصلى فيه كذا وكذا من سجدة في السنة قالوا بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض ما بين من ومن ما بين الذي عاش فوصل إلى شهر رمضان والذي لم يصل إلى رمضان كما بين السماء والأرض حتى ولو كان عامل المفاضلة درجة الشهادة في سبيل الله عز وجل فيا سعد من وصل إلى شهر رمضان كثير من الناس يتمنى أن يصل إلى الشهر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأعماركم جميعا حتى نصل إلى هذا الشهر وهل يستحق الشهر أن يشتاق الناس إلى الوصول إليه نعم يستحق إذا كان أحد الصحابة يقول ركعة في رمضان أفضل من ألف ركعة في غير رمضان وتسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غير رمضان ولماذا؟ هناك مواسم يضاعف ربنا تبارك وتعالى فيها ثواب العمل يبقى حضرتك بتصلي ركعتين أو بتصلي الظهر أو بتصلي العصر هو الظهر لكن إذا كانت الصلاة في زمن يحبه الله في زمن فضله الله الثواب فيها مضاعف هل هذا الكلام من عندي؟ أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العمرة مثلا وكثير من المشاهدين منهم من يقوم بأداء العمرة خاصة في رمضان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل الحج معين إذن ثواب العمرة إذا أداها الإنسان في رمضان يصل ثوابها إلى ثواب الحج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والسؤال ها هنا هل العمرة في رمضان تؤدى بطريقة مختلفة عن العمرة في شهر شعبان أو في شهر رجب؟ أبدا هي هي العمرة لكن لما وقعت في زمان يحبه الله عز وجل في هذا الموسم الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن في هذا الموسم الذي اختصه الله تبارك وتعالى بعبادة فيها الإخلاص وهي عبادة الصيام التي هي سر بين العبد وربه التي وعد الله تبارك وتعالى بعد أن نسبها لنفسه أنه هو الذي سيجازي عليها جزاء عظيما إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لماذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي مع أن الصلاة لله والزكاة لله والحج لله لكن هذه العبادة سر بين العبد وربه من الممكن أن يخلو الإنسان بنفسه في بيته وقد أغلق الأبواب وأظلم على نفسه البيت يخلو بالطعام ويخلو بالشراب ويخلو بزوجته التي أحلها الله عز وجل له لكن كطالما كانت هذه الأمور ممنوع أنت عنها من الفجر حتى صلاة المغرب إذا منع الإنسان نفسه بعد أن خلى بهذه الأمور إنه ما منع نفسه لعيون الناس إنما منع نفسه لمراقبته لله تبارك وتعالى هذا الصوم لابد أن نستعد له من الآن ولماذا حتى لا يصيبنا شد العضل العبادي إيه؟ ماذا يقول الشيخ اليوم؟ بقول شد عضل عبادي لاعب الكرة أو لاعب أي رياضة من الرياضات لو أنه نزل الملعب بدون تسخين بدون تمرين يجيله شد عضل طب إحنا بيجلنا شد عضل في العبادة؟ نعم لأننا مش متعودين على قيام الليل ومش متعودين على ورد قرآن ومش متعودين على الصيام أول ما بدبنا نصوم في رمضان نتعب أول يوم وتاني يوم عبال ما نتعود ولأننا مش متعودين على القيام بنلاقي منظر غريب هو منظر مفرح وبعدين بيزعل شوي المنظر المفرح ده إيه أحباب؟ أول ليلة في الترويح بتلاقي منظر في مساجد مصر منظر مدهش ما فيش مسجد بيكفي أهله نعم لا يكفي مسجد أهله أبدا كل المساجد لكثرة العدد الناس في الشوارع خارج المسجد أول ليلة وتاني ليلة وتالت ليلة ويبدأ العدد في تناقص حتى يصل إلى المواظبين على الصلاة قبل شهر رمضان فين الناس ديت؟ جالهم شد عضل عبادي فإحنا نبدأ نسخن بركعتين نسخن بأربع ركعات تبدأ تسخن من قبل رمضان وتتمرن بربع من القرآن بربعين حتى إذا أردت أن تختم القرآن في رمضان ختمة وختمتين وثلاث استطعت لأنك قمت بالرياضة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى المعنى بطريقة عملية أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجتهد في الصيام في شهر شعبان بعض الناس يقول طب و ليه ما جاي شهر رمضان وهصوم كله طب حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان شكله إيه؟ أمنا عائشة وهي أخبر الناس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول لما سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان قالت إن كان الذي يراه يظن أنه لا يفطر اللي يشوف النبي يقول ما بيفطرش ولا يوم في شعبان لكن ما استكمل النبي صيام شهر قط إلا أن يكون رمضان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شهر شعبان لكنه ما أكمله لماذا صام النبي في شعبان صام النبي في شعبان وعلمنا ذلك حتى نتدرب على الصيام في شعبان فإذا صمنا في رمضان وجدنا حلاوة للصيام واستطعنا الصيام طيب كيف نستقبل هذا الشهر هذا الشهر لعظم مكانته ولعظم الثواب فيه ولمضاعفة ربنا تبارك وتعالى الثواب في هذا الشهر لابد أن نقوم بدورة تدريبية أن نقوم بمعسكر أن نقوم بفرقة لماذا حتى نغنم هذا الشهر أول خطوة عملية قبل الشهر لابد أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة النصوح التوبة النصوح دي شكلها يا جماعة إننا أقول تبت إلى الله خلاص أبدا لا بد أن أندم على كل معصية فعلتها قبل ذلك طيب الندم توبة طيب بعد ما اندمت أعمل عزم واخد عهد على نفسي مع ربنا إننا مشارجع للزنبدة تاني خالص فلا بد من العزم على عدم العود طيب أنا اندمت وخلاص خدت عهد مع ربنا إننا مشارجع للمعاصي تاني طيب ما عملش صالحات وما عملش معاصي لا أنا مش عمل معاصي ولا بد أن أعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أو وعمل عملا صالحا الناس اللي بتأدي الأركان دي بتندم وتعزم على عدم العود وبتعمل الصالحات بعد التوبة ربنا سبحانه وتعالى بيديهم مكفأة مش بيمسح لهم الزنوب الماضية وفقط إنما سبحانه يبدل لهم السيئات السابقة حسنات في صحيفة حسناتهم كما وعد الله عز وجل في آخر سورة الفرقان فأولئك الذين يبدلوا الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يبقى هنندم وهنعزم على عدم العود ونعمل الصالحات في مظالم بيننا وبين البشر المظالم اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى فيها الندم والعزم وعمل الصالحات بيزيد أمر إذا كانت المظلمة إننا أخذت فلوس من واحد إننا ضربت واحد وأذيته إننا اغتبت إنسان وسبيته أو شتمته أو فعلت معه أي يعني مظهر من مظاهر سوء الأخلاق دي بتتطلب من الإنسان أمر آخر إيه هو إننا أتحلل من المظلوم يعني أقول سمحني فإذا سامحني وحاللني فيعني يا هناءة من حصل المسامحة من الناس لأن الله عز وجل لا يسامح في هذه الذنوب إلا بعد أن يرضى المظلوم إحنا عندنا حديث أظن السادة المشاهدين كلهم حفظين أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله بل قال النبي المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا طيب ناخد السؤال ده إن شاء الله نكمل أستاذ أحمد تفضل حضرتك لا ناور عليك شيخ والله الله يستورك حبيب حضرتك دلوقتي بالنسبة للشرح وما تدري نفسك في أي أرض انت موت اللي أقصد بيها ساعة انكباض الروح ولا القبر الأرض بيه لا القبر ولا ساعة انكباض الروح حاضر أجاوب حضرتك حاضر وصوعد نصر من شعبان الله خليه الحاضر حاضر حاضر تحتهم فسدن النبي صلى الله عليه وسلم قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فأضيفت على سيئاته ثم سق به إلى النار عياذا بالله طب نعمل إيه عشان المشهد المرعب ده من وعاش فيه أنا ظلمت إنسان وأخذت منه مال أرجع له ماله طيب هستحي هروح أقول له أنا خدت مال ده هتبقى فضيحة اعمل حوالة بريدية باسم فعل خير اعمل أي حاجة المهم وصل المال لصاحب المال طيب الإنسان اللي أنا خدت منه المال ده مات ورسته وصل المال للورسة مش لاقي حد اتصدق بيه بهذا المال صدقة لصاحب المال وادعو الله عز وجل أن يرضيه عنك طيب أنا جبت سينة إنسان كتير أدم ذكرته بسوء في مكان معين تعالى في نفس المكان واذكره بمحاسن ما تعلم حتى أن الصحابة كان لهم دعاء جميل أوي ويريت السادة المشاهدين يحفظوه ويطبقوه كانوا بيقولوا الواحد منهم يقول كده اللهم اغفر لي ولمن اغتبته ولمن ظلمته طيب فايدة الدعاء يوم القيامة لما نيجي نتصاف أو نتحاسب أنا هبقى دعية للنا وإعتي فيه بخطأ فالدعاء ده حسنات فانصفي أمورنا بالحسنات لإني يوم القيامة ما فيش فيزا كارت هسحب مال وارجع المال لصحابه السحب والأخذ والإعطاء حسنات قصات سيئات فربنا يتوب علينا جميعا يبقى هنستقبل رمضان بتوبة نصوح ويعني بعد هذه التوبة النصوح نطلع الفصل إن شاء الله ونرجع مع خطوة عملية ثانية في استقبال الشهر الكريم والمجاوبة على سؤال الأستاذ أحمد أهلا بكم مرة تانية مع الدين والحياة والاستعداد لشهر رمضان الكريم عاده الله علينا وعلى مصرنا بالأمن والأمان والسلامة والرضا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهر خير علينا وعلى حضراتكم استقبلنا الشهر الكريم بالتوبة والتوبة مطالب بيها الطائع والمقصر حتى أهل الإيمان المفروض يجددوا التوبة بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى شم حدش يظن نفسه معصوم أو هو خالي من العيوب سدن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يجدد التوبة والاستغفار في اليوم أكثر من مئة مرة كما قال بنفسه عن نفسه صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى خاطب أهل الإيمان مجموعة الصحابة اللي حوالين سدن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ليه بنقول وبنأكد الكلام على التوبة يا جماعة بعض الناس مجتهدة في الصلاة وفي الصيام وبتعمل عمره كل سنة وبتعتكف وبتطلع خير ومعروف للفقراء ممكن يغتر بفعل بعض الحسنات إوعى تغتر لأن الأمر كله معلق على القبول إنما يتقبل الله تبارك وتعالى كما أخبر من المتقين اللي كانت بتغتر بالحسنات وكانت بتعمل سيئة وحدة السيئة دي مع الغرور ضيعتها إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها شوف الخطاب الصحابة بيقول للنبي وهم بصين لحسناتها الكتير غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار لكن إلا ما بيحصلش عنده غرور حتى لو عملوا الليل ممكن تبقى النجاة ليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معنا سؤال أم هيسة متفضلي حضرتك أيها تفضلي سلام عليكم عليكم السلام أنا واتي بنتي كتت مخطوبة أعجل ثلاث سنوات ممكن تعالي صوت حضرتك شوية أوضت التلفزيون بنتي كتت مخطوبة أعجل ثلاث سنوات أيها وبعدين خطبها كان بيجوا وخشوا وياسف وياسف يعني الحاجات جيد جميل فدلوقتي قبل الجواز وخلاني جيبتي كل حاجة آآ قبل الجواز بعشرين يوم أنا ساقيت أنا فأنا ما أقدرش أكمل أنا مش أكمل معه فأنا كان جايب لها شكة وبعدين آآ فأه لما خدنا لما نزلنا الحاجة بعدما المطبخ تركب بكل حاجة مجهز بيعة فأم تعالوا خدوا حاجاتكم بهذه التوبة التي ننادي بها على كل الناس كلنا لازم نجدد التوبة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى نجاوب على السؤال الأول وما تدري نفسهم بأي أرض تموت نعم لا يدري الإنسان أين سيموت هذه متعلقة بالأرض وقد تتعلق أين يموت يعني أين يدفن وهذه من الأمور الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى من أمور خمسة ختم الله تبارك وتعالى بها سورة لقمان أمور خمسة لا يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى وكان بيسأل أخونا عن فضائل النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان مع حادث تحويل القبلة فيها حادث كبير مهم للأمة الإسلامية إنها تتذكر الحدث وتاخد منه الدروس اللي أهمها الاستسلام لأمر الله والاستسلام لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكن لو ذكرنا الفضل للليلة الجميلة دي طبعا ليلة النصف من شعبان فيها أحاديث كثيرة ويكفي أن تسمع حديث أبي موسى الأشعاري رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله عز وجل يطلع ليلة النصف من شعبان إلى جميع خلقه فيغفر لكل الخلق إلا لمشرك أو مشاحن إلا لمشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والمشاحن اللي اتنين اللي ما بينهم وبين بعض مشاكل وشحناء وحقد في القلوب يقول الله عز وجل كما في حديث آخر أتركوا هذين حتى يصطلحا اللي اتنين دول على جنب ما لهمش دعوة بالمغفرة ما لهمش في المغفرة والرحمة اللي عمت كل الخلق طول ما هم على مشاكل طيب لو المشاكل ديت دينية ولو أنت حضرتك هاجر إنسان لأنه بيأذي عباد الله لأنه بياخد مال الناس أو بيقطع الطرق أو أو فأنت غضبك ده وهجرك ليه لأنه مش كويس أنت لك المغفرة إن شاء الله لكن لو أمور دنيا اللي متخنئين على حاجة بسيطة أو على حاجة هيفة وكلام من ده هؤلاء هم المعنيون بالحديث فلازم نصف انفسنا دايما لكن قبل ليلة النص من شعبان على الخصوص حتى لا نحرم المغفرة وسؤال أم هيسم عن بنتها المخطوبة نسأل الله عز وجل لها الخير والسعادة وأن يدبر الله عز وجل لها الأفضل إن شاء الله وعايزينك تبقى رضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى أنت وبنتك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لكن بالشكل اللي حضرتك ذكرتيه هو من غير ما هو يقول أنا الهدايا اللي جبتها سيبها لكي حضرتك أن أنت مترك جعلوش هذه الشبكة وهذه الهدايا خاصة بعد ما هو تسبب في الأذى المعنوي للبنت بدون سبب فالأمور دي تحلال خديها وما فيش فيها أي مشاكل بفتوى جمهور أهل العلم طيب لو رجعنا لاستقبال شهر رمضان بخطوة عملية تانية هرجع من السؤال سؤال اللي كان متعلق بللة النصف من شعبان اللي هو سلامة القلب شهر رمضان لازم استقبله قلب سليم يعني إيه قلب سليم اسمعوا الحديث ده وفي لفظة غريبة شوية لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتسأل من بعض الصحابة أي العباد أفضل عند الله عز وجل عزين نعرف أحسن واحد عند ربنا شكله إيه بيعمل إيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان فطبعا الصحابة سمعوا مخموم القلب غريبة أوي قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه عارفينه ده فما مخموم القلب إيه مخموم القلب دي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حقدة ولا حسد قلبه سليم وعلى فكرة يا جماعة إن جاي يوم القيامة مش بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام أقصد في النوافل طبعا ما فيش تأصير في الفروض مش بكثرة الصلاة ولا الصوم ولا الصدقات ولا كذا ولا كذا إن جاي يوم القيامة معلقة على شرط مهم جدا وهو وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ لما تيجي الربنا يوم القيامة وقال بك كان سليم للناس في الدنيا ما بتحسدش حد ما بتقعش في الأمراض القلبية الصعبة دي على فكرة بعض الناس بيستهين إنه يحسد أو يؤع في الأمراض القلبية مع إنها الأمراض القلبية أصعب من أمراض اللسان أصعب من الآفات الأخلاقية لأن القلب ده يا جماعة هو المركب اللي شايلنا عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى ده المطور اللي لو عطل الجسم كله اتعطل إنما لو الخشية والخوف من ربنا وحب ربنا وحب النبي وحب الناس سكن القلب هتلاقي الجوارح شغل أوتوماتيك كده مطرح ما القلب رايح عشان كده العلماء لما عرفوا الإيمان قالوا الإيمان ما وقر في القلب طيب أدي الإيمان قعد في القلب إيه اللي يحصل؟ وصدقه العمل هتلاقي ديك مؤمنة بتساعد الناس وبتتعاون على خيرات هتلاقي عنيك مؤمنة بتغض النظر عن المحرمات وهتلاقيها ما بتحسدش الناس وبتستكتر النعمة على عباد الله يا جماعة اللي بيقع في مرض من أمراض القلب عفوا أساء الأدب مع الله كبيرة دي صح؟ أساء الأدب مع الله واحد من الشعراء لخص مسألت الحسد في المعنى ده وقال بيتين من الشعر ناخد طيب سؤال مدام هبة وأرجع أقول لكم بيتين الشعر بتوع الحسد فضالي مدام هبة فضالي حضرتك طيب هي ترجع إن شاء الله وإحنا إن شاء الله منتظرين اتصالها كان الشاعر بيقول إيه بقى على الحسد يا جماعة الحسد اللي إحنا كلنا بنشتك منه وكلنا قلقانين منه وكلنا مأسرين في الأذكار إن إحنا نحصن نفسنا بأذكار الله وأذكار رسول الله كان بيقول أيا حسدي على نعمتي أتدري على من أسأت الأدب إنت عارف إنت أسأت الأدب مع مين أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما قد وهب وصلت يا جماعة الحسود بيسيء الأدب مع ربنا لأنه مرضيش بإسمة ربنا ربنا أسم الأرزاق أسم الأموال أسم الأولاد والذرية أسم الصحة والعفية أسم حب الناس إن الناس تحب ده وما تحبش ده نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فربك لما يقسم إسمه ويديك حاجة ويدي غيرك حاجة أنت لما تبص للحاجة اللي عندي غيرك يبقى أنت مش راضي بإسمة ربنا سبحانه وتعالى عايزين نرجع تاني للإيمان نصحيه في قلبنا عشان يثمر أخلاق قولية وأخلاق عملية وأخلاق قلبية عشان نتأدب مع ربنا ونتأدب مع عباد الله بل نتأدب مع نفسنا واحد من الصحابة وسيدنا النبي قاعد مع الصحابة أم أي ليه النبي يطلع عليكم الآن من هذا الفج أو من هذا الطريق رجل من أهل الجنة طبعا يا جماعة إحنا ما نقدرش نقول فلان من أهل الجنة ما قدرش أقول فلان من أهل النار لما بنسمع كلمة واحد في الشارع فلان ده مش هيورد على جنة ولا هيشوفها ليه حضرتك اشتغلت إيه حضرتك قعدت بواب على الجنة تدخل وتخرج على هواك وبمزاجك أنت مين عشان تقطع بشيء في إيد ربنا بس سبحانه وتعالى في إيد ربنا فقط الجنة والنار الأمر فيها مش لنبي مش لرسول مش لوالي من أولياء الله الصالحين مش لصحابي مقرب مش لملك محبوب لله عز وجل أبدا كل ده بعيد عن إنه يدخل أو يخرج من الجنة إنما ممكن سيدنا النبي بس هو اللي يخبر يقول فلان من أهل الجنة لإن اللي بيجي للنبي وحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى يبقى سيدنا النبي لما يقول لنا أن في عاشرة مبشرين بالجنة خلاص سمعنا وأطعنا سيدنا رسول الله لما يقول يا عكاشة أنت من أهل الجنة يبقى المسألة خلصت إنما ولما يقول سيدنا النبي فلان من أهل النار برضو خلصت ليه لإن ده وحي وحي معصوم طب حد غير سيدنا النبي لا مش لحد لما واحد من عباب بني إسرائيل شايف واحد بيزنب وإحنا كلنا أهل زنوب والمزنب اللي انت بتحقر من شأنه ممكن يبقى أفضل عند ربنا حالا منك لو تاب وانت فضلت على نفس اللي انت فيه فده شايف أخوه على الزنب قال أقصر لم نفسك أقصر ففي مرة رآه على ذنب استعظم قال والله لا يغفر الله لك فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانهم أن غفرت له وأحبط عملك تكلم بكلمة واحدة أو بقى الدنياه وآخرته ضيعت دنيا وآخره يبقى احنا يا جماعة مش إحنا اللي نقول فلا من أهل الجنة ولا فلا من أهل النار لما نشوف واحد طائع نقول نحسب فلانا والله حسيبه بس طيب الشاهد سيدنا النبي قعد مع الصحابة وقال هايطلع من الطريق ده واحد من أهل الجنة طلع راجل تاني يوم سيدنا النبي عاد الكلمة طلع نفس الراجل تالت يوم سيدنا النبي أعاد نفس المقالة وهو هو نفس الراجل الصحابة كانوا بيغيروا لدرجة المنفسة مش الغيرة المزمومة فهذه الغيرة المزمومة كانت بعيدة عن الصحابة لكن غيرتهم كانت محمودة وهقول لكم الدليل لكن بعد ما نطلع فاصل يسير ومشتئين أن احنا نرجع ليكم بعد فاصل يسير نترككم في رعاية الله أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية بعد هذا الفاصل اشتقنا لكم وتقابلنا على خير اتقابلنا تاني مع الحديث لسدن النبي صلى الله عليه وسلم لألف ثلاث مرات يطلع عليكم الآن من هذا الطريق رجل من أهل الجنة الصحابة رأوا رجلا قطعا له النبي والجنة فلا بد أن يعلموا ما الذي يفعله هذا الرجل من أعمال لا يقومون بها حتى يقتدوا به حتى يستحقوا الوصف ليتشابه معه في المآل إذا كانت مؤهلات معينة مع سلامة القلب توصل للجنة ما ينفعش الصحابة يعودوا إلا ما يحصلوا الأسباب دي عشان هم كلهم بنفسه عشان يوصلوا للجنة الله عز وجل تابعوا واحد من الصحابة وأراد أنه ينزل عنده ضيف عشان يرائب أعماله يرائب أعماله يا جماعة مش يرائب حاله فيتو هو عايز يشوفه بيصوم إزاي بيقوم إزاي بيتصدق إزاي بيعامل أهله وجيرانه إزاي إيه الشيء المميز جدا ليه اللي خلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقطع له بالجنة وراقبه في مدة يمين وفي التالت لأحال الراجل أقل من حاله هو أنا بصلي أكتر منه وبصوم أكتر منه قال يا هذا ما الذي بينك وبين الله حتى يقطع لك رسول الله بالجنة ثلاثا قال هو ما رأيت هو اللي شفته ما فيش حاجة تاني فلما هم الصحابي ليمضي قال يا هذا هو ما رأيت غير أني أبيت وليس في صدري شيء على مسلم من غل أو حقد أو حسد قال له أنا بنام صدري سليم للنس كلها قال هذا هو الذي بلغ بك قال له هو دل ميزك حتى يقطع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة تاني يا جماعة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله تلك المضغة هي القلب كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والقلب أهم شيء في الإخلاص أهم شيء فيه حقيقة الإنابة والإخبات والتبتل والطاعة بين يدي الله تبارك وتعالى القلب ده مستودع الأسرار اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وطبعا في رمضان القلب له عامل كبير مع أرجع عبادة للإخلاص وهي الصيام لو سمعنا حديث سدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نزود الشوق إن إحنا ندعي ربنا إن إحنا نوصل بسلام لشهر رمضان وإن ربنا يوفقنا فيه للطاعة والعبادة ويتقبل منا إن شاء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يعني إيه هنا بقى قال الله عز وجل هو ده قرآن؟ لا ده حديث قدسي الحديث القدسي سدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيخبر به عن ربنا سبحانه وتعالى الفرق ما بين الحديث القدسي والقرآن إن القرآن اللفظ والمعنى من عند الله عز وجل إنما الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طيب إيه الحديث بيقول إيه كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها ده قانون قانون سابت إن الحسنة بعشر أمثالها في كل طاعة إلا الصوم يبقى القانون المضاعفة ماشي على صلاة وزكاة وحد وصدقة وإحسان إلى الجيران وإكرام الزوجة كل الأمور دي القانون فيها حسنة بعشر أمثالها إلى سبعماء الضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أجزي به جزاء فوق هذا الجزاء لأن الصوم من الصبر والله عز وجل يقول في أهل هذا الشأن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه طب أنا هفطر عند يعني هفرح عند الفطار ليه لأننا من الفجر جعان وعطشان وممنوع من أمور أخرى أول ما يباح لي اللي ممنوع دايما بيقولوا الممنوع مرغوب أنت ممنوع من أمور وجالك الإذن والضوء الأخضر خلاص فبتفرح بالإباحة بتفرح بإني سمح لك بما كان ممنوع عنك قبل ذلك أدي أول فرحة وطبعا فرحتنا عند الفطر لأن لنا دعوة مستجابة عند الفطر كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بس هي فرحتين فرحة عند الفطر الفرحة الثانية فيهن حين يلقى ربه طب أنا لما أقابل الله عز وجل هفرح بإيه هفرح بالجزاء اللي ربنا أعدوا للصائمين حتى ذكر ابن رجب في اللطائف قال روينا أنه توضع مائدة للصوام يأكلون ويشربون عليها يوم القيامة والناس في الحساب يحاسبون فيقولون ربنا نحن نحاسب وهم يأكلون ويشربون فيجابون لطالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه اسمع اللي جاية دي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ريحة فم الصائم تبقى يعني فيها حاجة طب الريحة دي سيدنا النبي يقول إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الرائحة اللي بيستقدرها الناس في أنفهم أفضل عند ربنا من رائحة المسك ليه العلماء قالوا لنا قاعدة جميلة أوي بس يريد السادة المشاهدين يركزوا معايا فيها أوي قالوا إيه كل شيء ناقص في عرف الناس إذا انتسب إلى طاعة الله فهو الكامل في الحقيقة نفكها شوية حاضر كل شيء ناقص في عرف الناس الريحة الوحشة دي ده شيء ناقص في عرف الناس الموت شيء ناقص في عرف الناس الجوع العطش العري والتكشف ده أمر ناقص طب تعالى نشوف بقى الأمور دي لما تكون بسبب الطاعة الموت مش الموت ده شيء وحش طيب لو الموت ده في سبيل الله جندي استشهد عالم استشهد واحد استشهد في سبيل الله ومات في سبيل الله لما كان الموت شيء وحش بس لما كان سبب الطاعة بقى أفضل شيء اللي بيموت في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون طب الجوع إذا كان الجوع والعطش بسبب طاعة الله فهو الشبع وهو الري إذا كانت الريحة دي سيئة بس عندنا احنا في عرف الناس عند ربنا أفضل من رائحة المسك لإن سببها طاعة عري المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل نوح المذنبين على أنفسهم أفضل عند الله من زجل التسبيح إنكسار المخبتين لعظمته هو الجبر ذل الخائفين من سطوته هو العز يبقى الشيء الناقص في عرف الناس لما يبقى سبب طاعة الله عز وجل ده أفضل شيء عند ربنا سبحانه وتعالى طب نستقبل رمضان بإيه كمان احنا استقبلنا بتوبة وبقلب سليم لازم همة عالية ما بقاش كسول ما بقاش راضي بالدون أو بالدرجات الأقل ما ينفعش حد يسبقني لربنا سبحانه وتعالى هو ممكن آه ممكن أن أنت تسبق الناس لربنا سبحانه وتعالى كان قانون الصحابة ومن سار على طريقهم كانوا بيقولوا كده إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل لو تعرف ما فيش حد يسبقك لربنا خالص ورين جدعنتك ورين مجهودك هو المسألة مجهود بدني ولا مجهود قلبي اللي اتنين إن أنا أبقى بقلبي بأعمل رياضة قلبية إن أنا بصف نيتي وبطهر وبأخلص حالي مع الله عز وجل إن أنا ما بصليش إلا لله ما بصمش إلا لله ما بديش فقير إلا لله ما بحسنش الجار أو بعمل أي طاعة إلا لله مش عايز حد يشور علي ولا الناس تشوفني وامشي أعمل كده أنا اللي بعمل كذا وكذا وكذا لا لله عز وجل ومجهود بدني إن أنا أحاول قدر الاستطاعة أنافس لو أنت عندك مرض معين أو لأن أنت ما تتحملش قيام أكتر من درجة معينة أنت مأذلك في رخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رخصها لك في الفرض قبل النفل طيب علو الهمة ده عايزين ندي له مثال هقول لك مثال إجمالي كده من عند العلماء وبعدين ندي برضو أمثال كان أحد العلماء الكبار كان يقول العامة تقول قيمة كل مرئ ما يحسن والخاصة تقول قيمة كل مرئ ما يطلب العامة بتقول قيمة كل مرئ ما يحسن أنت حضرتك بتحسن إيه طبيب يبقى آخر اليوم مع كذا فلوس دي إمته وإيه إمته في الوجاهة والمؤتمرات واللقاءات وكذا طب الخاصة بتقول قيمة كل مرئ ما يطلب حضرتك بتطلب مال ماشي ما هو حلال المال أدم من حلال وفي حلال لكن فيه بيطلب مال وفيه بيطلب وجاهة معينة وفيه بيطلب جنة عرضها السماوات والأرض وطبعا طلب الجنة ما بتعرضش مع طلب المال لإن أنا مش أبني مساجد إلا ما بقى عندي فلوس مش هعمل موائد الرحمن وفطر الصائمين وأتصدق وأزوج الأيتام وساعد في أمور تنموية في بلادي ومشاريع وكلام من ده إلا ما يكون عندي فلوس المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف سبحان الله الوقت انقضى سريعا معكم أيها الجمهور العريق جمهور الحياة نسأل الله عز وجل أن يتم لنا شعبان على خير وأن يسلم لنا رمضان بعده وأن يتسلمه منا متقبل ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بدعاء مستجاب واذكروا بلادنا في الدعاء المستجاب ألا يشمت الله بمصر عدوا ولا حاسدا وأن يجعل رايتها عالية خفاقة دمتم في رعاية الله وأمنه على عود إن شاء الله مع لقاءات العلماء في الدين والحياة طاب دينكم وطابت حياتكم وسعدت السلام عليكم ورحمة الله